اشتركوا في القناة 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 وعندنا عناون بتعديل الملكي عفتاد أصفى شؤاليه بيتحاليه وقال كل عامنا ورحيدنا كي تجاننا ننسى تحقر أن المشور الزلال الأول لما بتخليق يباعد بمله فولي وبرم الغابركم هنوذاركنا إذا عجيت تنفلح الكنس، وما أكلت بحيه لسئول وعلى المقصة وتكال أولاً وقت داء الدنيا، مش عتميز الاساسي وعطان محمد المرض ترجمة نانسي قنقر 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 السيد في السهية هذه الحاكم الأقرباء الأوسط السادة مسؤولي الحكومات ومدير المديريات وقادة الجيش وجبهة في البدء أشكركم على ثلبة دعوتنا بالحضور للمشاركة معنا في إحياء مناسبة عيد الفصحى المجيد كما وغنى الشعب الانفي في الداخل والخارج عامة والمسيحيين بصفة خاصة بختام شهر الصيام وحلول عيد الفصحى المجيد إننا نحتفل هذا العام عيد الفصحى المجيد في الوقت الذي تمكن فيه شعب الالتري وقيادته الرشيدة عامة وقوات دفاعنا الباسل خاصة من إفشال عربدة زمرة الوياني وهجماتها العسكرية اليائسة بدءا من نوفمبر 2020 حيث كانت تأدف هذه الزمرة من خلال تلك العربدة استعادت السلطة التي فقدتها تحت وطأت غضب الشعب الاثيوبي ومواصلة عدائها ضد الشعب الالتري والتي استمرت لأكثر من 20 عاما ونظرا لاحتفالنا أيضا بهذه المناسبة فالوقت الذي نوظف فيه قدراتنا بلا تلك من أجل بناء الوطن وإعماره فإن الاحتفال يصبح فريدا إلى أبعاد الحدود السيدات والسادة ثم تأسيس المؤسسة الحكومية التي تحمل الآن اسم قسم القانون والانضباط بالقليمة الأوسط في هذا الاستعمار الإيطالي عام 1937 وكان يطلق عليها باللغة إيطالية اسم منشيبيا دي أسمارا بوليسيا أوربانا عند استلام الاستعمار الإنجليزي الذي قادمه إلى الأفليتريا بعد هزيمة الاستعمار الإيطالي للمؤسسات لم يقير حيكالها ولا مسمياتها في هذا الاستعمار الأثيوبي أطلق على هذا القسم اسم يكتما زبانجوش إينا إيسات الرقامة كالاكالاكف وواصل عمله حتى الاستغلال بغانون العقوبات الاستعماري بغيادة العديد من المسؤولين من حملة رتب الملازم في بدأة سنوات الاستغلال وحتى نهاية العام 1993 ظل يعمل باسم قسم قوات المدينة لمكافحة الجرائم والحرائق نذن عام 1994 وانشأ بنظام حديث وباسم قسم القانون والانضباط بحيث يضم خمسة وحدات وهي وحدة قوات المدينة وحدة مكافحة حوالث الحرائق وحدة المشتريات وحدة خطوط المواصلات وحدة الحراسات الليلية بعد ذلك تم دراسة وبحث قانون العقوبات الذي كان معمولا به في عادة الاستعمار الأثيوبي وفي العام 2002 تم إعداد كتاب باسم قانون العقوبات لقسم القانون والانضباط بالقليمة الأوسط يحتوي على 181 مادة وظلنا نعمل به ولا نزال حتى الآن أصاد الضيوف يراغب قسم القانون والانضباط بالقليمة الأوسط خلال الأعمال التي يقوم بها بالعاصمة أزمرة مدى تطبيق القوانين والموجهات الصادرة وعندما تنتهك هذه القوانين والموجهات يقوم بتصحيحه معاقبة الجنات وفق قانون العقوبات المذكرة علىه ونظرا لصعوبة ذكر كل الأعمال التي يقوم بها هذا القسم في هذه العجالة سنذكر لكم أهم هذه الأعمال التحكم على كافة أشكال التجارة غير القانونية التحكم على عمليات الشراء القانونية وغير القانونية المراقبة لمنع حدوث زيادة في الأسعار التحكم في نقص وكفاءة موازين المخابز مراقبة عمليات البناء غير القانونية التي تتم خارج الخطة وبدون تصالح مراقبة كل الأنشطة التي تسيء لنظافة جمال المدينة مراقبة نظافة وجودة أداء خدمات المحلات التدامية التي تقدم الخدمات للزبائن في المدينة مراقبة المؤسسات التجارية بحيث تحرص على دفع الجمارك والضرائب الحكومية وتقوم بتجديد الرخص إجراء عمليات المراقبة حتى لا تباع في الأسواق منتجات ضارة لصحة المواطنين إجراء عمليات المراقبة حتى لا تباع في الأسواق مواد قذائية منتهية الصلاحية تقبل الأراء التي تأتي إلينا من مختلف الشركاء وتنفذها المراقبة والتحكم في الأشاك والحوانيت وخيرها والبالغ عددها 3370 التحكم في استخدام المواقع الشعبية مراقبة حوالث الحرائق والحوالث الطبيعية وكذا الناتج عن البشر مراقبة الشاحنات القادمة إلى المدينة تجميع ضرائب الدراجات والعربات التي تجرها الخيول وناقلات البضايا التي يجرها الأفراد وخيرها وبشكل عام يقوم القسم بمعاقبة وتصحيح المخالفات وفق توجيهات وقوانين التقليم السيدات والسادة إن ما ذكر علىه هو جزء بسيط من الأعمال اليومية التي نقوم بها لحماية نظافة وجمال مدينتنا وإنفاذ القانون وهناك بعض الشركاء من المؤسسات الحكومية والتي تتعاون معنا في ذلك وهي الأقريمة الأوسط بكافة أطرافه وزارة التجارة والصناعة شرطة الأقريمة الأوسط كل الأجهزة الأمنية وبهذه المناسبة لا يفوتني أن أقدم لكم كل آيات الشكر والعرفان لمساهمته من فاعلة كما أدعو بهذه المناسبة الشعب لكي يزيد من درجة وعيه ويتعاون معنا في إنجاز كل المهام التي هي في الأساس لتحقيق مصلحته كما أتقدم بأسماء آيات الشكر عامة لكل الذين اجتهدوا لجعل هذا الحفل واقع ملموسا وبصورة خاصة لوزارة الإعلام ومديرية كزاباندا عيد فصح مجيد الشعب اللي فيه وقوات دفاعي الفاسلة وكل عام وأنتم بخير النصر والجواهير اشتركوا في القناة شكرا لكم لنا هجون لقيمة مكتالكم بخبرين عدم مشاهدوا على فاضل نهانعكم مجددا بعيدا فصح المجيد وندعوكم لمتابعة الفقرات الفنية التي ستقدمها لنا فرقة ريما الفنية وبواسط قائدها الأستاذ شامق عالم متابعة طيبة نرجوها لكم عفوا سادتي نقدم لكم فرقة أسر الفنية بقيادة زعيمها الأستاذ شامق العام متابعة طيبة نرجوها لكم شكرا لكم ترجمة نانسية 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 نانسية ترجمة 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 نانسية نانسية ترجمة 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 نانسية نخيل ناطي نخيل ناطي نخيل ناطي ناليا موسيقى 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 أنا لا أعرف هل يحدث أنكم تخفضهم؟ كما أتوقف؟ 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 هل هناك فإن هذه أصبحت أصبحت؟ أنكم كنت قد أخرجون هذه الأصباح موضوعاً في ذلك؟ هل أنتم في ذلك؟ هل أنتم في ذلك أكثر في تلك الأقل؟ هل أنتم في ذلك؟ وكلما يتوقفون إذا كان لدينا أفضل مساحة التي تتعلمها ، فعلاً لا يزالون شبابك يقول لي إذا كان لكم في إجراء الله السلام على جهاز مايرا في وكل يقف ما نسبتا على صفحة للهاتج يا فطوة إذا كانلم رابطها يجب أن تنسى ما يحدث أن ترى ترجمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر